اشتركوا في القناة وصحاحه الألباني يسأل عن ذلك بارك الله فيكم هذا الحديث صحيح ومعروف وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك رغم أنفه يعني دس في الرغام والتراب إهانة له من ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وتارة تكون واجبة بل هي ركن من أركان الصلاة من ذكرت عنده فيصلى عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام كلما ذكر فإنه يصلى ويسلم عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن المواطن التي يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره نعم ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان والثاني رغم أنف رجل دخل عليه رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فالذي يأتي عليه رمضان وهو مستمر مع ذنوبه ومعاصيه فلم يتب هذا رغم أنفه إهانة له والعياذ بالله نعم ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر وكذلك الثالث نعم من أدرك أبويه الكبيرين أو أدرك أحدهما فلم يدخله الجنة يعني أنه لم يبر بهما ويحسن إليهما والله جل وعلا أمر بالإحسان إلى الوالدين وجعل حقهما بعد حقه سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ترجمة نانسي قنقر